لحظة بركة لحظة بركة المشهد التونسي معاك سي صغير اثناشا متتفضل كانت تعطينا كلمة انتي شوه سبب تواجدك لهنا امام مقر مجلس تأسيسي وشوه ورايك في اللي في اللي صاير اولا جيت لهذا الاعتصاب مثل ما جيت للاعتصاب من قصب اقبل وجيت اساسا لتحييط شباب المعتصبين لانه اغلبهم قاموا بالثورة وثانيا لانه ملامح الاستبداد بدأت تظهر جليا في مدولات المجلس تأسيسي فجئت لدعم هذا الاعتصاب ونظر لخبرتي بالخطاب السنفي عموما اللي هو يتعدل عليه ان يكون ديمقراطي باسباب هيكلية فانني ادعو الشباب الى حراسة ثورتهم والى دفع المجلس تأسيسي التي انتخبت من اجلها وهي اعداد دستور انا نسأل اذا كان يقولون انا ندخل السجون وتعذيبهم كان يمكن في السجن في مدة اسبوع واحد الآن الشعب يطالب بتصريف حياته اليومية البطالة الجهات الفقر في حين ان التنازع الآن القائم في المجلس تأسيسي هو حول السلطة والتسلط اذا انا مع الشباب وادعو الى ان يتواصل هذا الاعتصاب السلمي ولا تخافوا في المستقبل لكم شكرا جزيلا سيد شكرا شكرا